السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نقدم نمازج محلولة لامتحان المهام الأدائية مادة الدين الإسلامي فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب المهام الأدائية دين الإسلامي المهمة الأولى هنا يقول لنا كان للمرأة دور كبير في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اختر إثنتين من النساء التي كان لهن دور كبير في الهجرة واسكر ما قامت به كل واحدة منهما أثناء الهجرة هنا عندنا المرأة الأولى اسمها أسماء بنت أبي بكر ما قامت به أثناء الهجرة كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تحضر لهم الطعام رغم حملها المرأة الثانية اسمها أم معبد عاتكة بنت خالد ما قامت به أثناء الهجرة قدمت أم معبد الشاه للرسول صلى الله عليه وسلم فحلبها بعد أن كانت ضعيفة وأخذ منها اللبن وهنا أكتب الطالب اسمه والصف الصف الخامس مادة الدين الإسلامي المهمة الثانية صمم بطاقة تعريفية بالنبي الله موسى عليه السلام موضحا فيها ما يلي البلد التي ولد فيها هنا الإجابة مصر المكان الذي تربى فيه قصر فرعون المرأة التي ربته ورفضت قتله آسيا امرأة فرعون المدة التي قضاها في مدين قبل أن يعود إلى مصر عشر سنوات المعجزة التي أعطاها الله تعالى له العصة التي تتحول إلى حية ويده التي تخرج بيضاء وكأنها شمس ساطعة اسم أخيه الذي ذهب معه لدعوة فرعون للإيمان بالله تعالى هارون وبعد كده نكتب هنا الاسم والصف والمادة المهمة الثالثة صمم لوحة إرشادية تحس فيها زملائك على الالتزام بالصلوات الخمس على أن تتضمن أركان الصلاة الإجابة نعمل لوحة زي كده نكتب فيها الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى أركان الصلاة النية القيام تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الطمأنينة السجود مرتين التشاهد الأخير وبعد كده نكتب حافظه على الصلوات الخمس وهنا نكتب الاسم والصف والمادة المهمة الرابعة السنن الرواتب هي السنن التي تتبع غيرها من الصلوات المفروضة منها ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون بعدها وعددها 12 رقعة صمم لوحة إرشادية توضح فيها نوافل كل صلاة الإجابة هنا عندنا عدد الرقعات قبل الصلاة 2 صلاة الفجر والصبح يبقى صلاة الفجر والصبح في رقعتين قبل الصلاة عدد الرقعات بعد الصلاة مافيش طب صلاة الظهر عدد رقعات قبل الصلاة 2 و2 وبعد الصلاة 2 صلاة العصر لا يوجد عدد رقعات قبله ولا يوجد عدد رقعات بعده المغرب لا يوجد عدد رقعات قبل الصلاة يوجد رقعتين بعد الصلاة العشاء لا يوجد قبلها رقعات أم عدد رقعات بعد صلاة العشاء اتنين بعد كده نكتب الاسم الصف المادة المهمة الخامسة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة صحيفة المدينة لوضعها لوضع أسس التعايش بين المسلمين وغيرهم من شركاء الوطن لتكون الدستور الذي ينظم الحياة داخل المدينة اكتب البند الذي يدل على كل مبدأ من المبادئ الآتية هنا عندنا الإجابة أول حاجة الوحدة وعدم التفرق المبدأ الإجابة المسلمون من قريش والمدينة ومن تبعهم أمة واحدة رقم اثنين حسن الجوال وكف الأزى للجار حقوق فلا يضار في أهله وماله رقم ثلاثة السلام لا يقتل مؤمن مؤمنا آخر وليساعد مشركا وينصره على أخيه رقم أربعة الأمان المدينة مكان آمن لكل أهل هذه الصحيفة رقم خمسة تقبل الآخر والتعايش معه اليهود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وبعد كده نكتب الاسم الصف والمادة وبكده نصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معانا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة